موسيقى نحن بحضرتكم معنا من جديد مشاهدين الكرام دلوقتي نتكلم عن موضوع مهم جدا وحصول أستاذ ودكتور مصري على حماية براءة اختراع لقناع القناع ده دوره أو بيقوم بتعقيم الهوى القضاء على الفيروسات والبكتيريا الهوائية وحقيقة ممكن استخدامه في المستشفيات في معامل الحجر الصحي ليه يعني حقيقة كل الأماكن اللي ممكن يبقى فيها يعني مصابين أو مرضى ده بيساهم بشكل أو بآخر في يعني القضاء على الفيروسات والبكتيريا بشكل عام الجهاز ده مفروض أنه ليه أكتر من مرحلة أو ليه أكتر من دور سواء بتنقية أو عزل الأتربة والغبار في مرحلة تانية تتعلق بيه التعقيم في مرحلة تالتة بتتعلق بيه ضبط التنفس سنتكلم على يعني تفاصيل الجهاز أو هذا الاختراع إمكانية تنفيذه بعداد كبيرة على أرض الواقع هل فيه جهة معينة تولت يعني احتواء هذا الاختراع الجديد اللي تم بالفعل الحصول على برائط حماية دولية بشأن وتفاصيل كثيرة وأسئلة متنوعة حقيقة هنتكلم عنها مع ضيفي الكريم صاحب برائط هذا الاختراع الأستاذ دكتور شريف مصطفى أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر يا دكتور شريف صباح الفل وأهلا بك معنا منه وردنا طبعا ومشرفنا اسمح لنا في البداية نتوقف سريعا مع هذه الدقائق المعدودة وهذا التقرير التالي وبعد كده هنرجع مع حضراتكم مرة ثانية والحديث عن الملامح العامة أو تفاصيل هذا الاختراع المصري الصمي في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والتي منها التأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات للوقاية من هذا الوباء القاتل تأتي أهمية المحاولات الهادفة لتطوير أنواع الكمامات من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وفي هذا الإطار يأتي اختراع أحد أسادثة كلية الهندسة بجامعة السادس من أكتوبر لقناع يساعد على تعقيم الهواء بما يسهم في القضاء على الفيروسات والبكتيريا الهوائية حيث يعمل القناع على تعريض المايكروبات والفيروسات والبكتيريا للأشعة فوق البنفسجية بما يسهم في قتلها وتقوم فكرة القناع على عدة مراحل الأولى منها تختص بمنع دخول الأتربة والغبار فيما تختص المرحلة الثانية بتعقيم الهواء من خلال الأشعة فوق البنفسجية أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي مرحلة الفيلتر الدقيق وتعمل على تنظيم التنفس وإعطاء وقت كاف للتعقيم وحجز المتبقي من الخلايا قبل دخول الهواء إلى الجهاز التنفسي يسم الاختراع في تقليل نسبة الإصابة المحتملة بالأمراض الناتجة عن المايكروبات الهوائية بأقل من 1% بما يساعد في منع انتشار عدوى فيروس كورونا خاصة للعاملين في القطاع الطبي والوقاية من الإصابة بالفيروس وفي نفس السياق كشفت دراسة طبية حديثة أن الاستخدام الواسع لأقنعة الوجه بين عامة الناس قد يساعد الدول في احتواء فيروس كورونا عندما يقترن بقاعدة التباعد الاجتماعي والالتزام بالتدابير الوقائية ووفقا للدراسة فتعميم ارتداء الكمامة يقلل خطر انتقال العدوى عند التعامل مع الأشخاص المصابين أو مع الأسر فيما يوفر قناع التنفس مستوى أعلى من الحماية خاصة للأطقم الطبية التي تعمل في مجال الرعاية الصحية أجدد لكم أتحامي جديد مشاهدين الكرام تفاصيل أخطر عن براءة هذا الاختراع المصري الهام حقيقي أولي إن شاء الله من المتوقع يكونه دور فعال وملموس في الفترة القادمة وربما يتم الاقتداء والاحتداء به في عدد كبير جدا بمشيئة الله من دول العالم والأهم إنه مصري يعني جميل إنه يبقى فيه فكرة مصرية في هذا التوقيت الهام جدا تخرج للنور للعالم أجمع برحب تاني بضيفي الكريم صاحب براءة هذا الاختراع أو الحماية الدولية لقناع تعقيم الهواء الأستاذ دكتور شريف مصطفى أستاذ مساعد بكلية الهندسة جمعة 6 أكتوبر يا دكتور شريف أحنا بحضرتك مرة ثانية طبعا وسعيدة بوجودك معنا النهاردة تكلمنا على هذا القناع قناع تعقيم الهواء ودوره في القضاء على الفيروسات والبكتيريا والمراحل المختلفة اللي يعني بيتم من خلاله ومن أجل الوصول إلى الهدف المرضو في النهاية طبعا فاند فاند هو حارتك في الأول يعني يمكن بداية الموضوع خالص يعني أنا التخصص الدقيق بتاعي حاجة اسمها الهندسة الصحية والبيئية الهندسة الصحية والبيئية دي حارتك إحنا بدينا معانين بأن إحنا بنقدر بنصمم وننفذ التنقية محطات تنقية المية ومعالجة الصرف الصحي فدايما بيبقى عندنا آخر مرحلة في المعالجة بتبقى حاجة اسمها التعقيم أو التطهير المية أو ديس انفكتنت المية من الميكروبات ومن الفيروس عشان لما نشربها هتبقى يامنة يعني فإحنا عندنا أنواع من أنواع التعقيم من ضن أنواع التعقيم المستخدمها للمية الأشعة فوق البنفسيجي الأشعة فوق البنفسيجي الألترا فيلوت بيبقى نوع معين من الأشعة هو اللي بيقدر أنه هو يقضي على الفيروسات ده حاجة اسمها يو في سي هو اللي بنقدر نقضي عليه ونفس التكنولوجي دي بتستخدم في التعقيم المستشفات في الصين كانوا يدخلوا روبوتات فيها ألترا فيلوت جوه المستشفات عشان يقدروا يعقاموا المستشفات وحاجة بزاكة زي ما هي لها ميزة هي برضو فيها مشاكل زي الألترا فيلوت ده إنه هو ما ينفعش إن بن آدم يتعرض للألترا فيلوت للجلد أو للعين يعني لفترات طويلة طبعا يعني حركة إحنا كلنا بنتعرض بس الدوز الكبيرة بتبقى مش مش كويسة فكان الفكرة طيب أنا النهاردة أنا بستخدمها في تنقية الهوى فعلا في التكيفات بستخدمها في المية طب أنا ليه بقى ما أعملش جهاز الجهاز ده أدخل الهوى فيه أعقم الهوى وقت الفيروس بكتيري هو تأثيره يضرب بيكسر الـ RNA بتاع الفيروس فبالتالي لما يكسر RNA في فيروس ويخش جوه جسم الإنسان ما يبقاش فعال يبقى كأنه ميت يعني فما يقدرش أنه هو يخش جوه الخلايا وتكاثر هو ده الفكرة في الموضوع فلما دخل الهوى يبتدي الفيروس أنه هو RNA بتاعه يكسر ما يعرفش يشتغل وأنا تنفس الهوى حتى لو فيه فيروس هيبقى الفيروس ده يعني بيشتغلش يعني غير فعال فهي جات من هنا أحنا دلوقتي إحنا معنا صورة يعني هذا الجهاز أو هذا القناع قناع تعقيم الهوى للقضاء على الفيروسات الفكرة كلها أنه هو محطوط في استوانة الاستوانة دي معمولة من مواد المواد دي عاكسة للأشعة الفوخة بالنفسية فبالتالي البناء ده غير معرض لها خالص يعني هي موجودة في كنتينر مقفول مغلق ففيه شجر فلتر من فوق وفلتر من تحت وفي النص فيه الاستوانة اللي هي اللامبة اللي بتطلع بالموجة المعينة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الـ UVC ٢٥٤ لأن دي الـ في قتل الفيروس فالكونتينر ده طب أنا عايزة تسألحك يا دكتور شريف يعني احنا حيان من خلال الصورة اللي احنا شايفين طبعا أنا مش عارفة هو في تكسيمه الحقيقي والفعلي شكله ايه او حجمه او وزنه شايف انه هو كبير شوية او يعني هو عملي انه اي حد يلبسه او يرتديه هو الصورة دي على فكرة صورة ايه يعني الصورة الحكشفة دي صورة فعلا للجهز وهو أنا لابسه يعني الجهاز ده يعني الوزن او الحجم هو الوزن حوالي نصف كيلو هو مش تقيل خالص هو الفكرة الحجم بتاعه بس يمكن الستوانة دي بتبقى حوالي عشرين سنتي عشان تدي فرصة ان الأشعة في الانفسية تبقى تقتل كل الفيروس يعني بدي حاجة اسمها عشان عمري تنشن تايم او يعني زمن كافي انه نقتل الفيروس عشان ابقى متأكد ومطمن وده دور يمكن يعني المراحل اللي موجودة عشان كده عاملين مراحل مرحلة قوانية مرحلة مرحلة ممكن تحرك زي المسك العادي دوت ببقى مرحلة فلتر بيعدي الهوى فيه بيبقاش فيه غبار بيشيل الغبار بيشيل أتربة وده الغرض حماية اللمبة من ان حريك عارفة لو فيه أتربة دخلت وتجمعت على الغلاف الخارجي لللمبة هيبقى الأشعة اللي طلعة مش كافية ضعيفة صحيح صحيح او مرحلة بعمل فلترة فكرة المرحلة الأولى منع من الأساس دخول الأتربة والغبار بس لكن مش الفيروس مش الفيروسات لا هاش دعوه بخاص بفيروس انا بعمل بمس الأتربة عشان حافظ على النقاء بتاع اللمبة الموجودة اللي بتطلع الأشعة فوق بنفسك المرحلة الثانية هي مرحلة التعقيم وقتل التكسير الـ R&A المرحلة الثالثة الغرض منها أكثر فاين فيلتر فلتر برضو بس دقيق جدا الغرض منها اننا لما تنفس ما سحبش لها بسرعة يعني بقى فيه لتنظيم التنفس المرحلة دي برضو مهمة عشان تدي نفس الزابة لحارتك الوقت الكافي ان يكون نتعقم او حتى لو اي فيروس جي على الفيلتر الألتر فيروس برضو يعني هيتعرض لأشعة الألتر فيروس فهيتكسر ويموت طيب يعني لو احنا عملنا مثلا مقارنة كده اللي مش فاهم يعني ايه الفرق ما بين القناع التعقيم لحضرتك يعني ابتكرته او اخترعته او اخدت عليه بالفعل حماية دولية وتوثيق دولي ما بين الاقناعة العادية او المتدولة او المطاعة القناع العادي هو عبارة عن فلتر بس بيمنع حجم معين ان يخش جوه الجهاز التنفسي الحجم ده لو الفيروس اقل من الفتحات بتاعت الفلتر هيخش هو فلتر يعني او حاجة بت يعني مجرد فيها مسام المسام دي على حسب قطرها الحاجة بتعدي من خلالها لو الفيروس اصغر هيعدي لو الفيروس اقل لي مش هيعدي هو ده البوينت بس هيبقى حتى كده السطح بتاعه من برة هيبقى أو يعني ملوس فالبوينت ان انا ما بعملش حاج بالفيروس انا بكسر الارئين بتاعه يعني انا بخليه غير فعال الفكرة في القشعة في القشعة في المنفسية ان انا والجهاز ان انا بخليه غير فعال يعني حتى لو موجود وحررتك مسكتي السطح يعني فكرة منع اخوله او اختراقه وارد ان هو يبقى موجود بس الفكرة فيه تقسيمه او تفتيته الفاين فلتر هيمنع اكبر كمية انها تخش الفاين فلتر في مرحلة الثالثة هتمنع اكبر كمية من اي فيروس على فكرة بتكلم عن الفيروسات بصفة عامة بالذات هو التجربة اللي اتعملت والابحاث اللي اشتغل يعني تم العمل عليها على مستوى العالم كله على الالترا فيلوت النوع دوت الفلونزا الفيروسية والمارس المارس ده اللي هو من عائلة الكورونا فيروس يعني ومؤخرا من شهر واحد في امريكا اتعمل الابحاث على نفس الالترا فيلوت دوت نفس الاشياء فوق نفس جاية دي انها بتكسر الار اي ن اي بتاع الكورونا يعني حضرتك جاتلك فكرة انه استخدام هذه الالية او قناع التعقيم للهواء والاتريبة والبيروسات والمايكروبات المختلفة من وقع تاريخك وعملك وتخصصك في الهندسة البيئية والصحية فشفت انه زي ما نستخدم الاشياء فوق البنفسجية في تنقية او في يعني فلترة المايكروبات او الجرسيم عموما في المياه فده ممكن هو ينطبق في الحالة الوباء اللي احنا فيها الهواء يعني بس حالتك انا ممكن نعقم الوضع دي الوقت بس هي الجديد في الموضوع ان انا نعمل حاجة صغيرة اقدر اشيلها في اي مكان وتشتغل معايا وتنفس من خلالها لكن هي عملية بالشكل ده يعني احنا احنا بنلاقي انه في البعض بينزعج من الكمامة العادية اللي هي البسيطة جدا وبيبقى فيه شكاوى كثيرة فكرة ان احنا مش عارفين نتنفس بتأثر على التنفس تعبنين منها طب نلبسها يعني كام ساعة في اليوم طول الوقت لابسينها ولا لما نخرج بس يعني فيه امور كثيرة بتتقال في الكمامة اللي هي البسيطة جدا اللي طريبا وزنها لا يذكر او يعني ما فيش وزن حقيقي لها طبعا فمقررة بي يعني هو هنا حريك مش هتحسي بالوزن خالص ليه لان هو نص كيلو هو الوزن حريك لم تشال في حزام في الوسط ده الوزن لإما على الظهر فحريك مش حاسة بيه على الوش يعني الوش هو ماسك حريك بتبقى فيه ماسك حريك هاف ماسك حاجز ماه هاف ماسك لما خير لحد يعني كأني مثلا شايلة شنطة من وراء بالظبط حريك متشال على حزام لإما في الظهر فبالتالي اللي وزن حريك مش هتحسي به لكن الفكرة بقى هل اللي هو الماسك اللي موجود هو ده اللي حريك بتحسي به أو الفول ماسك اللي هو الكامل اللي بياخده لوش كله هو الجهة حتى يمكن لما كنت بسجل في براءات الاختراع أو كنت بسجل في الحماية الدولية المرحلة التانية اللي كنت أخدتها هي أنا كاتب حاجة فيهم في الاتنين مستشفات حجر يعني اللي بتتعامل مع الفيروسات الفيروسات بشكل يومي لأن حركة هو مثلا لو واحد رايح شغله أو كده ممكن ميبقاش عملي لي أو مش مهم أنه هو يرتدي هذا يعني هو لو عايز يلبسه يلبسه لكن هو مش بالنسبة له بيفضل في الأماكن اللي فيها ممكن يكون فيه تكدس أو فيه زيادة أو يعني المستشفى يبقى طبيعي يبقى فيه حالات كثيرة من مصابين ده لأن أصدق لي أنا حركة مثلا يعني إيه لما واحد يكون لابس ماسك مثلا يعني مثلا باللوقتي بفيه كلام على ماسكات القماش والماسكات الطبية والماسك اللي بقول له حركة عليه كل واحد لي ليفل أنا ماسك القماش إحنا حدرتك نسبة الرزق بيننا مش كبيرة في مكان زي اللي إحنا عاديين فيه ده إحنا حارك إحنا واخدين المسافة فمش لابسين ماسكات فهل إحنا كده لقانين لا ما فيش قلق طب أنا لو أنا حضرتك لابس المسك وبس مقربين من بعض القماش برضو الرزق قليل إن أنا يجيلي الفيروس لأنا مش مش إكسبكت إن يبقى فيه يعني حضرتك عندك أو أنا عندي فالنسبة قليلة لما يكون في المستشفى حسب طبيعة المكان نفسه لما يكون في أوبن إير أنا مش محتاجة البس كل دوت يعني مش محتاجة البس المسك في المستشفيات اللي طبعا بقى فيها يعني عدد كبير جدا من المرضى في المصانع هي كل حاجة مخصصة فكرة التكدس أو الزحام على حسب المكان ده في ناس قد إيه إحنا حركة عندنا مثلا يعني زي المسك الطبي اللي حركت تشوفيه ده حركة ده ده إسم المسك الطبي يعني ده حركة في المستشفيات يعني ده مش الطبيعي إن إحنا نمشي به في الشوارع بالشكل دوت ده مخصص للمستشفيات ممكن الأطقم الأطقم الطبية اللي كمان مش شرط إنه يكون معرضة للمرض بس ده بصفة عامة في المستشفيات عشان يحميه لما نخش بقى في الناس اللي بتتعامل مع المرض دول بقى اللي لازم بنشوف لهم حاجة أعلى عشان كده بيستخدموا اللي هو الن95 ودلوقتي يعني مثلا حاجة تانية أقوى اللي هي زي الجهاز ده يعني ده عشان ما فيش حاجة اسمها أبسوليوت يعني دايما ما بقولش اللي في حاجة مية في المية أنا بقول مثلا الجهاز ده ممكن يحمي بأكتر من 99% طب ممكن حد يسأل هياكي أقولك يعني هو الجهاز ده فكرة إنه بيواجه أو بيفتت أو بيقضي على الفيروسات والبكتيريا في العموم ولا فيروس كورونا بشكل خاص طبعا إحنا الهاجس المسيطر علينا دلوقتي كورونا وإنه فيه طبعا سباء دولي كبير جدا اللي عايز يوصل للقاح علاج دواء ماصد ولحد الوقت رغم إعلان أكتر من دولة إنها تقريبا على وشك تصل لعلاج برضو الموضوع لم يحسن بعد فممكن حد يقولك ده الفيروسات والجراثيم والبكتيريا في العموم ولا كورونا هذا الفيروس اللي حير العالم وتكوينه يمكن العلمي أو العلاج لحد الوقت غير واضح لناس كتير هو حالك إنما بدايت الموضوع دوت طبعا كان بدايته كان في يناير الفات يعني بدايت الموضوع التفكير في الموضوع وفعلا تشغيل وعمل جهاز بايلوت يعني قبل ما أسجل حتى كان ما كان ساعتها فيروس كورونا في الصين يعني كاننا بنسمع له في الصين وكان ده الموضوع أنا فكرت في الموضوع ده طبعا ما عبدايته ساعتها ما كانش فيه خالص ولا بقى الفيروس موجود عشان نختبر ولا ولا أي حاجة فكان الأبحاث كلها وشغل كله على أنواع تانية من الفيروسات صح الموضوع دوت فضل تماشي بالموضوع ده لحد من شهر واحد من شهر واحد ظهر أبحاث وتجارب في أمريكا على نفس نوع الألترا فيروس وأثبتت الأبحاث دي والتجارب أن فعلا ألترا فيروس النوع دوة يقتل فيروس كورونا بيكسر قرار إنيه زي وزيبات الفيروسات ويمكن الكلام ده يعني يمكن ناس مش حدر تخش تشوف الأبحاث والكلام ده بس الرئيس الرئيس الأمريكي كان طلع أعلى من فترة من شهر تقريبا قال أن العلماء الأمريكيين وصلوا أن في حاجتين بيأثروا على الفيروس كورونا ده الكلام ده يمكن أي حدا يخده رفوش شوفه على النات يعني الألترا فيروس ودرجة الحرارة المرتفعة على حسب درجة الحرارة بحاجة اسمها هاف لايف وكلام من دوت بس ده يعني كان طلع قالوا إحنا وصلنا وتوصلنا والعلماء بتوعنا قالوا أن خلاص فأكيدا الألترا فيروس بيأت الفيروس والكلام ده يمكن في الصين برضو صحيحة إحنا طبعا يعني إن شاء الله يكون لنا لقاء تالي مع حضرتك نستفيد بعلمك الواسع فصيل هذا الجهاز والجميل أنه براءة الاختراع أو الحصول على هذه الحماية الدولية لعالم وطبيب وأستاذ كبير مصري لأنه الكل قاعد مستني أمريكا هتوصل طب الصين طب ألمانيا طب فرنسا طب إيطاليا لا إحنا حقيقة عندنا عقول مصرية مستنيرة ومبدعة ومميزة جدا إحنا بنفخر بحضرتك يا دكتور شريف وبنعتز بوجودك وبنعتز أنه اللي يصل لهذه المرحلة المتقدمة من هذه أنوعية من أجهزة التعقيم يكون مصري دي مش شهادتنا دي شهادة دولية وبالتالي يعني ما فيش مجال للمجاملات أو أن هي تكون شهادة مجروحة بنتمنى لك التوفيق وإن شاء الله ترفع اسمه مصر دايما ويتم يعني تبني هذا الجهاز الكبير وتعميمه في كل دول العالم شرفتنا يا دكتور شريف أهلا بيك والشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام بكده نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا الصباح تقبل تحيات أسرة البرنامج وإلى اللقاء نزيد